بسم الله الرحمن الرحيم حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو الاهلي يواصل صحوته ويحافظ على صدارة الدول الممتاز بفوز مهم وثلاثية كبيرة في مرمى غزل المحلة تمكن النادي الاهلي من حسم اللقاء مبكرا عن طريق الهدف الاول هدف عكسي بقدم مصطفى العش لاعب غزل المحلة ثم علي معلون من رقل الجزاء وأخيرا محمد شريف بيختتم ثلاثية الاهلي الرائعة والمهمة واللي بتقربه بشكل كبير جدا بنسبة 95% النادي الاهلي هو بطلا للدوري الممتاز في الموسم الحالي يستحق النادي الاهلي اقترابه بشدة من لقب الدوري استطاع ان هو يتعلم من اخطائه في الموسمين الماضيين وتمكن من اعداد فريق مميز بشكل كبير وساعد على ذلك تراجع اداء نادي الزمالك وانهيار نادي الزمالك خلال الموسم الجاري النادي طبعا بطل الدوري في الموسم اللي فات وبالتالي النادي الاهلي اقترب بشدة وبنسبة 95% النادي الاهلي هو بطلا للدوري الممتاز خلال الموسم الجاري دعونا نشوف عندنا ايه ونرجع نكمل مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التجديد اللي زيزو اه عمل مشكلة جوا قط اللبس دي رقم واحد الرقم اتنين روح تتعقدت انت معه بالاسماء اهو عمر جابر احتياطي في فرقته مش دونجة احتياطي في فرقته نضاي ما نعرفش عنه حاجة من يوم ما مشي من الوادي رجلة تمام واخد بالك سامسون لعب ماتش جاب جون وبعد كده ما شفناهش اللي افموتش الدقلية بعدها مسلا بعشر مكتبات تطلب اني عندك ناشئين ادي بالناشئين على الاقل لما تخسر تبقى انت لك العذر انت بتطلع شباب لان اللعيبة اللي موجودة دلوقتي والمصحب بما فيهم زيزي زيزو هو طبعا استاسنا الوينشل اني لسه راجع من اصابة تمام قلناه مزيزو اكسن بالله على على الفرق وبعدين انت دلوقتي بتقول لي المستشار مرتضى جمي ده اربع لعيبة لازم تجمد امير لازم تجمد امير اذا خدت عايز تكمل في رئاس النادي الزمالي وتبقى الرئيس الرسل التاريخي لنادي الزمالي جمد امير بناها على ايه دايبين الرجل الجديد ده بناها على ايه تمام انت يجمد امير ليه يبعدوا بقى حضار ليه يا عم هاد بقى مش بقول لك هو اللي اختر السابقات مين انت حددك بتقول اللي اختر السابقات فريرة طيب مين اللي ده ايه بقى ايه علاقة امير لا مين اللي ده اكبر مقلبة اشربوا النادي الزمالي في تاريخه ايه ما معشور ايه طبعا ايه ما معشور ايه هيلعب على مين خلينا على ديانج على مرهون عطية اللي لسه جاي على السلية يا سيادة المستشار السيرة الزمالي من 2021 وقعة في البيت انا عمالة اهاجم في النادي الاهلي ان كولر كان بقاله سنتين قعد في البيت اخذ بالك فانت دلوقتي جايب على الاهل لكولر ميسك كل ما تيجي تكلم حد يقول لك ايه ده ميسك منتخب مش عبس واسرة صح طب ميسك منتخب ده كله ميسك كلها فرق ناشئين فرق ناشئين مين اللي جابه يا سيادة المستشار هات لجنة مع كل الاحترام بقى اركن امير وهات لجنة وهات اربع خمس مدربين دي اللي لعبوا كورة ويفهموا يعني ايه كورة هم اللي يكايموا ولو حصل اخفاص يبقى اللجنة هي اللي يكايم اصفرعت قرعت الدوري الابطال عن طبعا مواجهة النادي الاهلي امام الرجاء المغربي المباراة الاولى هتكون في القاهرة والمباراة المباراة العودة هتكون في المغرب الاهلي هيواجه زي ما انت شايفين الرجاء المغربي سيمبا التنزاني هيواجه الوداد المغربي شباب بلوزداد الجزائري هيواجه سانداونز وشبيبة القبائل الجزائري هيواجه الترجي التونسي في دور التمانية لبطول الدوري الابطال اللي تأهل منها او اللي تأهل بالنسبة لنا احنا اللي يهمنا باذن الله النادي الاهلي يكمل مشواره الافريقي وخرج وودع نادي الزمالك من دور المجموعات في طبعا نتائج كانت سلبية بشكل كبير حقا نادي الزمالك في بطول الدوري الابطال على الجانب الآخر قرعة ربع نهائي برضو الكونفدرالية يهمنا فريق مصري فيها هو بيراميز اللي هيقابل مارومو جلانتس الجنوب افريقي والاتحاد المنستيري التونسي هيواجه عسيك عبد جان الافواري والاتحاد العاصمة الجزائري هيواجه الجيش الملكي المغربي وريبرز النيجيري هيواجه يانج افريكنز التنزاني دي قرعة الكونفدرالية برضو نتمنى الفريق بيراميز فريق بيمثل الكرة المصرية انه هو طبعا يصل يكمل مشواره ويصل الى المبرأة النهائية ويحصد البطولة ومعرفش بقى هتكون وقتها هي البطولة الاولى في تاريخ بيراميز ولا ممكن تكون البطولة التانية على اعتبار ان نادي بيراميز هيواجه النادي الاهلي في نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل هنشوف وقتها مين اللي هيحصد بطولة كأس مصر اللي فيه طبعا مشكلة وازمة كبيرة ما بين بيراميز واتحاد الكرة بسبب رغبة بيراميز في تعيين او استقدام طاقم تحكيم اجنبي لادارة المباراة في الوقت اللي اصدر اتحاد الكرة فيه بيان مبارح بان مسؤولي بيراميز تأخروا في المطالبة باستقدام حكام اجانب وقالوا ان الليحة ده وفقا ليه تسريبات من اتحاد الكرة ووفقا ليه معلومات خارجة من اتحاد الكرة ان الليحة الليحة المسابقة بتلزم اي نادي على انه يخاطب اتحاد الكرة اذا اراد استقدام حكام اجانب قبلها باربعتاشر يوم في حين ان اتحاد الكرة حدد معاد نهائي كاسم مصر من اسبوع فعلى اي اساس بيراميز كان حيخطر اتحاد الكرة برغبته في استقدام حكام اجانب اللي هي من اسبوعين وفي نفس الوقت كان قبل كده اتحاد الكرة في الموسم اللي فات كان حدد اختيار حكام اجانب لنهائي كاس الرابطة البطولة غير الرسمية قبلها بربع تيام عموما الاقرب لادارة مباراة بيراميز مع النادي الاهلي هو الحكم الدولي محمد معروف هو اللي هيدير مباراة الاهلي مع بيراميز هو الاقرب للاختيار باعتبار ان محمد معروف ممثل للتحكيم المصري في كأس العالم تحت عشرين سنة اللي هتقام في الارجنتين وبالتالي هو اقرب المرشحين لادارة مباراة نهائي كأس مصر بقولك قبلها باسبوع وهو واضح داخل لجنة الحكام وداخل اتحاد الكرة وفقا لمعلوماتي ان الاتجاه الاقرب كان من قبل ما بيراميز يبعت ان يتم اسناد المباراة الى الحكم الدولي محمد معروف خليني بقى رحب بالنجم الكبير ونجم البريمو ونجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي والنادي المصري ونادي الزمالك كابتن محمود ابو الدهب كابتن محمود برحب بيه مرحب بيه السلام طبعا ومبروك النهاردة فوز النادي الاهلي واعتقد ان الاهلي حسم بنسبة 95% بطولة الدوري ولا انت شايف وفقا للجدول والكلام بقى بتاعكم الكبير ده بتاع المحللين ان نظريا لسه الاهلي محسمش البطولة لا وضع اسلام ان الاهلي بنفس نفسه يعني الموسم ده بالذات نظرا بتعادل زمالك عن المنافسة والمشاكل اللي موجودة فيه انت بتخسر دايما انا دايما بقول البطل ما بيخسارش لكن انت كمية الهزايم اللي حصلت للزمالك في الدورة الممتاز يعني ده انجاز ما بعده انجاز للعيبة اللي موجودة في تاريخ نادي الزمالك ان تاخد بالك من شارك او ممبرات اسوان ما بتكسفش ما انتش عارف تكسف برامز بعيد يعني يمكن انا كنت بقول دايما برامز عندوش بتستنكر دايما اه طبعا بفرقة كبيرة بحجم نادي الزمالك يمكن انا مش عاوز اقول كلمة قيلة على بعض اللي عيب نادي الزمالك ان اواملين زي خيل الحكومة خيل الحكومة اه طبعا يعني انت لما تكسب نادي الزمالك بجماهيره زي ما الادارة بتقولوا احنا موفرين له كل شيء جابين لعيبة تجيب بطولات لكن الواضح غلط الناس لازم تنفع من الصفقات اللي جات لنادي الزمالك السنة دي مش دون المستوى بعيدة عن نادي الزمالك بكتير لانت لما بتفرغ نادي او بفرقة بحجم الزمالك واحنا قلنا ان اخدت دوري سنتين باللعبة اللي موجودة لكن لما تفرغ نجومه من بعض اللاعبين اللي موجودين اللي كان بتشيل الفرقة وما جبتش حد يسد الاماكن بتاعتهم فلا ايبقى انت عندك خلل في المنظومة نفسها اين فما نحملش حد على حساب حد كله بيشيل ما هو فريرا اللي كان عامل شغل كويس من سنتين وجاب دوري واخد كاس من الاهلي وكاس بان في نهاية كاس مصر لكن مرة واحدة الموسم بيحصل انهيار لفرقة كبيرة ومحدش يقول كابوة لا دي مش كابوة دي مقصودة ان النادي الزمالك يتحط في الحلقة دي او يتحط في مقصودة اها مقصودة طبعا من مين من مين من مين بقى داخل النادي الزمالك خلينا نتكلم عن بصورة اللي هو اللاعبة ما تحملتش مسئولية ان هم موجودين داخل لا، هل بقى أقول زي ما تقول أن أنت مش مصدقين للإنجازات اللي كان عملنا؟ أن أنت بتكسب أو أن أنت عندك بقى عندك تيم كبير يعني إحنا لما كنا بنتفرج على بن شرق وسياسي ومصطفى محمد وزيز ومتقلق وكان طرق حامد وراهم وإمام عشور مرة واحدة تفرغ النازي من اللعيبة، لا يبقى المنظومة في خلال في المنظومة اللعيبة دي مشت على أي أساس، طب أنت ما جبتش حد بنفسك أو حد يقدر يشيل الفرقة دي زي ما قال أنا ما اتطفق مع الكابتر رضا جداً أن اللعبة اللي جاته وبقت موجودة لا، مش على قد مستوانة زمالك، ده كان يحتياطي في فرقتها وما كان بيتش بيلعبه معقول النهار ده ماشي طريح حامد واجيب دونجا، ده دونجا هل تتعني منك كابتر رضا؟ لا، مش هزعل، لا أنا بنقول الحياة أسلام هل تتفق مع الكابتر رضا؟ لا، جمالي الزمالك ما بيتضحكش عليها على فكرة، جمالي الزمالك عارفة مين اللي بيدك، في بعض اللعبين موجودين في نادي الزمالك بقى لهم فترة، لا خلاص بقى كل ساون طاب لازم تبطلوا طيب، هل خسرت الزمالك المبارح؟ قد تدافع مع ناوي اللي لعبت النادي الأهلي والجهاز الفني في مباراة النهاردة وأنه هما يظهروا النهاردة بشكل يعني إلى حد ما شكل كويس وفي نفس الوقت سهل عليهم طبعا الهدف الأولاني فبالتالي ده اللي أدى للفوز بسلسية في مباراة النهاردة؟ هو ده جانب من النادي الأهلي بيتقلق الفترة دي يا سلام، أنه أنت ما عندكش منفسين في الفترة اللي فاتت، لكن النادي الأهلي عاز يحصل إذن الأهلي، أنت قلت جملة عبقرية، أن الأهلي بينافس نفسه ما دي بينافس نفسه فعلا السنة دي، محدش بينافسه، هاتلي النهاردة هتلاقي فيه فرق شاسع كبير جدا بين الأهلي ومن الأقرب منفسين لأن أنا أكلمك،، وأنا أحوا أقولك أن في أوتشر عامل شغل كويس جدا لكن مش فرق البطولة أو فرقة تاخد بطولة، نفس الطريقة ولا بيرامنت ولا بيرامنت أجذوبة خلينا بقى نتكلم أجذوبة أها طبعا، أجذوبة، أنت بتصرف الملايين دي كلها وما بتأخدش النسط فيها لعيبة مهمين ياآه ماشي، أنا بقولك أحسن فرق، وعلى فقر لكن، أنت اللي يهمك، مثلا إنهم ما ياخدوا بطولة لا اما انت هتصرف تبقى لك اربع سنين والنتيجة صفر ان انت بتجيب احسن لعيبة موجودة يعني انا اقول لك الحاجة قوام المنتخب مصر يبقى موجودة من برامت من بعض اللاعبين اللي موجودين وانت ما عندكش تلعبش تحت ضغطات ما عندكش جماهير ما عندكش جماهير يعني انت اي حد يجي تكسبك وفيه لعيبة بتحب كده زي ما شوفنا في مبارة الاهل والهلال انت بتقول كلام عبقاري النهارات انا هكلمك بصراحة انت اوكل كويس على الفطاة على فكرة انا اوكل سمك لا خلينا نخش يعني ان الاهل ينافس نفسه وفي نفس الوقت والاتنين هيقابلوا بعض يوم الاتنين ما هي دي بقى تثبت في كنتر قدم ومتعة كنتر قدم ان انت عندك احسن فرقة فرقتين عندهم لعيبة كواس كده انت كده متسح لعيبة البيرامدز انه يردوا عليك ويمروا لك انهما النادي الاهل بس البيرامدز فيه عبدالله سعيد يعني افضل عيب في مصر ما انا خلينا اقولك تام والنادي الاهل عندك لعيبة كتير جدا كويس ولعيبة متقلقة النهاردة حتى النهاردة بنتفرج على المباراة الاهل بلعب نفسه النهاردة محترم الفرقة المحلة ده ما رحيتش عند الجول ما شوفناش علي لطفي النهاردة اللعيبة لا لعبت النادي الاهل النهاردة بتلعب بمزاج محدش يزعل من الكلام انت بتتكلم على فرقة لا يزعل من الكلام لا انا بنلعب فرقة فرقة النادي الاهلي النهاردة لا بتلعب برحيطها جدا حتى التغييرات اللي الراجل عملها انه سحب السلية وبعد كده لعب ببتدع كندوس وبعد كده لعب كريست الضو وبعد كده برستاو برستاو لا النهاردة ممكن راح كتير جدا النادي الاهلي ومتقلق ومستحوذين على المباراة اسلام من اول دي النهاردة يمكن ما شوفناش المحلة بشكل كويس طول التسعين دي النهاردة او ما وصلوش للجنب تعالي لطفي هفضل معاك طول الحلقة ان الاهلي بينافس نفسه ده يخلي كولر الفترة اللي جاية يغير من التشكيل يبقى عنده يعني اريحية فيه التعامل مع اللاعبين انه هو يغير يعني نهاردة مثلا شوفناه بدء بخالد عبدالفتاح شوفناه بدء بعمر السلية بأحمد عبدالقادر اللي الكل توقع انه هو ما يكونش موجود بعد المشكلة بحيي عليها الفكرة يعني انا بحيي كولر على هو فيه عقوبة مالية لكن انت بتتعامل احترافيا ان انت ما تخصاش لا هو مش هتتبح الراجل لا ما تتبحوش خلاص انت بتتعامل بقى احتراف هو غلط ممكن يكون احمد عبدالقادر في مباراة الهلال ما كانش بيقد بشكل جيد وزعلان انه قدام الجماهير ده وظهر بالمستوى اللي احنا شوفناه لانه الفترة اللي فاتت كان مطلق ممكن يكون عصبية ملعب وده اللي تعامل معه بزكاء اذا كان سيد عب حفيز او كولر فبيحافظ على استقرار الفريق ودي حاجة كويسة جدا وانا باحترمها فيه اصعب حاجة اسلام للعيب كورا عاستي قطع رعب تخصم منه فلوس لكن ما تقعدوش بره لانت تستفاد وانت محتاج وانت دخل على الادوار النهائية في بطولة افريقيا فبالتالي انت محتاج كل العيب فده يمكن انا رأي شخصي لأ انا بحاجة كولر على التعامل مع احمد عباتي كابتن عبدهب يعني التشكيل اللي بدأ به النهاردة كولر مباراة غزل المحلة هو التشكيل الامثل اللي المفروض كولر يبدأ به كل المطشاط سواء محلية او افريقية ولا من وجهة نظرك في بعض اللعيبة لازم تكون موجودة في التشكيل الاساسي لأ انا شايف ان الرجل زي ما انت قلت يعني اسلام محمد شناوي طبعا لا طبعا بيلعب بقى ريحية يمكن لعيبة النهاردة كلها قدت بشكل جيد ويمكن هو يمكن عنده مطشاط وكل مطشي ليه ظروف واسلام النهاردة انت بتلعب غزل المحلة يمكن بتلعب على ثلاثة بنت المطشاط اللي فاتت لا انت كنت مطشي مصيري اللي هو بتعلي لا انت محتاج لعيبة تمسك كورة لعيبة عندها بتقف عكورة بشكل كويس جدا بتحركاتها بشكل كويس النهاردة نبقى بتشوف بتقلق رامي ربيع عن النهاردة يمكن نرجع لمستوى من احسن المطشاط اللي شفتها له السنة دي يعني ممكن من يعني احنا اعتقدنا كتير بشكل كبير لكن الموسم ده يمكن بقى له مطشين عامل شكل كويس جدا خالي دعا فتاح احنا قلنا ان بقريت كويس جدا وعمل منافسة كبيرة بينقب المحمد يعني انا ما عافش انه اغايل ليه يعني تغيير ملقش تلاتين قل لازمة يعني انا كان واجب ان انت هتخليه يكمل المباراة بخصوصا ان انت نزلت محمد هاني في الديئة ستة وتمانين لا كان ممكن يكمل ويكمل بشكل كويس النهاردة عندك مراوان عطيها بيثبت انه جدير باللعب للنادي الاهلي لعيب كويس جدا بصير كويس بيلعب الساق وعلى فكرة بيكمل ولا الهجمة وتيح حاجة كويسة جدا النهاردة بنشوف طول دي رجع تاني عالي معلول للتولق لكن انا اللغز بالنسبة لي هو احمد عبادر المفروض كان من بداية كان خرج وكان لازم يجب تغييره مش حسن الشحات اللي كان يطلع احمد عبادر كان بيد فعلا عن مستوى النارد اعتقد ان الكهرباء بيفكر في الغرامة هتدفع ومش هتدفع يوقف ولا هتوقف ولا مش هتوقف لكن النهاردة كان برضو بعيدة عن مستوى واعتقد انه بدنيا مش جاهز بشكل كويس طيب قلتلي مراوان عطيها ظهر بشكل كويس انباريح كابتر رضا عبدالعال كان معايا وقال لي ان السلاسي مراوان عطيها والسلية وحمد فتحي ما يخلوش ان الاهل يبقى محتاج اي لاعب تاني في المركز ده وده اللي هتخليك هقولك النادي الاهل بيفكر في بيع ديانك بعد رجوع مراوان عطيها طيب انا مبارح كنت قلت خبر ان امام عشور في مفاوضات بينه بين النادي الاهل كنا انفرضنا بالخبر ده وقلنا تفاصيله هاخد رأيك في امكانية انضمام امام عشور والمفاوضات معاه وهيفيد النادي الاهلي ولا لا بعد الفاصل بعد الفاصل كمان هقولكو على تفاصيل جديدة وتفاصيل مهمة جدا جدا في مفاوضات النادي الاهلي مع امام عشور بوساطة نجمين كبار جدا هقولهم لك بالاسماء احدهما لاعب طبعا مهم جدا والاخر فنان كبير جدا اصفرت قرعة دور الثمانية لبطول الدوري ابطال افريقيا عن مواجهة الاهلي امام نظير الرجاء المغربي في دور الثمانية من عمر المسابقة الافريقية وصعد لدور الثمانية لبطول الدوري ابطال افريقيا انديت سانداونزا الجنوب افريقي والرجاء والوداد من المغرب والترجي التونسي والاهل المصري وشبيبة القبائل وشباب بولوزداد من الجزائر وسيمبا التنزاني وتخطى فريق الاهلي دور المجموعات لبطول الدوري ابطال افريقيا بفوز كبير على الهلال السوداني بسلاسية نظيفة وبيشارك الاهلي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد ما صعد لهذا الدور في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف ما ميلودي سانداونزا الجنوب افريقي بينما تأهل الرجاء المغربي لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 16 نوطة ومن المكرر ان يواجه الفائز من شبيبة القبائل والترجي الفائز من الاهلي والرجاء المغربي في الدور نصف النهائي وهلتقي الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي مع الفائز من شباب بولوزداد وسانداونز في نصف النهائي الاخر لدوري الابطال بيمر الفري الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بموسم كارسي بعد الخروج من أكتر من بطولة على رأسها كاس الرابطة وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا والاقتراب من خسارة لقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعد الابتعاد عن المنافسة مع الغريم التقليدي الأهلي وتلقى فريق الزمالك خسارة قاسية من المصري البورسعيدي بتلات أهداف مقابل هدفين تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي وذلك بعد توليه من المهمة بعد رحيل البرتغالي فريرة بالخروج من دوري الأبطال الإفريقي ومن قبلها خرج نادي الزمالك من بطولة كاس الرابطة بعد الخسارة من نادي البنك الأهلي بسلاسية دون مقابل ضمن منافسات الدور الستاشر فكانت بداية خروج الفارس الأبيض من البطولات في بطولة كاس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي واللي انتهت بحصول زعيم أسيا على البطولة بعد الفوز بركلات الترجيح ثم كانت الهزيمة التانية في الإمارات بعد خسارة صعبة أمام النادي الأهلي بسنائية نظيفة في كاس السوبر المصري وبعدها كانت خسارة بطولة تلتا لما خسر الزمالك أمام نادي بيرامدز في نصف نهائي كاس مصر 2021-2022 بركلات الترجيح وأجمل فريق الزمالك الموسم الكارثي بعد الخروج من بطول الدوري أبطال أفريقيا بعد الخروج من دور المجموعات وتعرضوا لهزيمة قاسية من شباب بولوزداد بشكل رسمي للمرة الثالثة على التوالي واحتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد سبع نقاط كمان فريق الزمالك بيحتلق المركز الخامس بالدوري المصري برصيد 33 نقطة كل ما بطلع فاصل بيجي لي أخبار مهمة لكن خلينا أقول لكم الأول أن تفاصيل أو استكمالاً لتفاصيل المفاوضات ما بين النادي الأهلي وإمام عشور من مبارح من ساعة ما قلنا الخبر وانفردنا من الخبر كل واحد بيطلع طالما هو ما قالش الخبر يطلعين فيه وبالتالي لأنه والمشكلة أننا لو ناس صحفيين فأكيد الصحفيين بيبقى عندهم معلومات فلازم بتقف عند كلام الصحفيين لكن لما بيصدر الكلام ده من نجوم سابقين ولعبة كرة لعبة كرة مش بتوع معلومات ومش بتوع أخبار فبيبقى عندهم مشكلة أن ممكن أي حد يوديهم ويرجحهم تاني لأن دي مش شغلتهم زي ما مثلاً واحد صحفي ييجي يتكلم في الأمور الفنية أنا بيجي أقول له يعني يخليك على جام لأن دي شغلة لعبة الكرة اللي عاش وتربى في الأندية طيب خلينا أقول لك أن إمام عشور المفاوضات مع إمام عشور مؤكدة مؤكدة كن أن يروح ما يروحش دي قصة تانية وزي ما قلت لك وبعيد وبكرر الخبر اللي قلته مبارح أن في مفاوضات جداً ما بين المسؤولين في النادي الأهلي وإمام عشور عن طريق أحمد يحيى وكيل اللعب طلب إمام عشور الحصول على مليون ونص دولار الأهلي بقى عنده فلوس الأهلي هيتصرف الأهلي هيتجيب منين دي مش قصتي أنا بقول لك الخبر ومش يعني مش مطلوب مني إن أنا أروح أخبط على المسؤولين في الأهلي ولا المسؤولين في الزمالك أقول لهم وهو أنت هتجيه الفلوس منين دي مش قصتي أنا بقول لك الخبر ماشي إزاي إمام عشور مش قادر يتأقلم مع تجربته الاحترافية في الدنمارك والتواجد في الدنمارك يعني بيبقى أمر صعب شوية والأمور بتختلف من اللاعب لآخر فيه لعب ممكن يستحمل الغربة فيه لعب ما يقدرش يستحمل الغربة لكن الجديد إن محمود عبد المنعم الكهربة النجم طبعا للنادي الأهلي بيضغط على إمام عشور وبيحاول يقنعه بضرورة الانضمام إلى النادي الأهلي ده رقم واحد رقم اتنين ظهر إمام عشور في برنامج طبعا البرنامج المميز اللي بيقدمه النجم رمز جلال واعتذر إمام عشور للنادي الأهلي ولمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عما بدر منه خلال الفترة السابقة تجاه النادي الأهلي أثناء احتفاله مع فريق الشباب فترة من الفترات واعتذر أيضا إمام عشور لوليد سليمان الاعتذار ده مش جاي اعتباط ومش جاي كده وخلاص وفتحة الموضوع لما جينا واشتغلنا عليها مش الموضوع الاعتذار أنه يتفتح في التوقيت ده لأن المفاوضات كانت بدأة مع إمام عشور قبل ما يتم تصوير الحلقة الخاصة مع النجم طبعا رمز جلال إذن النجمين اللي بيحاولوا يقنعوا إمام عشور أو النجم اللي بالتأكيد هو قريب جدا وبيحاول يقنعوا وبيحاول يقولوا كمان على المميزات اللي هو عايشها جوه النادي الأهلي من ساعة منتقل أو عاد مرة تانية إلى النادي الأهلي محمود كهربا باعتبر أنه هو كان ناشئ في النادي الأهلي بيحاول ينقلها إلى إمام عشور ده بالنسبة للتفاصيل الجديدة الخاصة بمفاوضات النادي الأهلي مع إمام عشور يروح بقى إمام عشور ما يروحش أنا مش مطالب أن أنا روح أمضي كل واحد أو الفلوس تيجي ما تجيش ده قصة بقى المسؤولين في النادي الأهلي في مفاوضات في مفاوضات رؤية بقى الإدارة ورؤية اللجنة التخطيط والجهاز الفني ده قصة تانية هي اللي بتتم فيها المفاوضات ده فيما يخص اللاعب الأول من والذي كان ينتمي إلى نادي الزمانك في مفاوضاته مع النادي الأهلي اللاعب التاني هو أحمد فاتوه وأي حد يطلع يقولك برضو أن ما فيش مفاوضات وما فيش رغبة من المسؤولين في النادي الأهلي بالتعاقد مع أحمد فاتوح برضو قل له معلش خليك على جنب في رغبة من النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد فاتوح تطلع بقى السنة دي تطلع يروح بقى يحترف وبعدين يرجع دي قصة تانية لكن في وسطاء تكلموا مع أحمد فاتوح وده السبب الرئيسي في تجميد أحمد فاتوح داخل نادي الزمانك بسبب الخلاف في الفترة اللي فاتت وأحمد فاتوح كان أخطر بعض المقربين منه داخل نادي الزمانك بأنه هو هيؤجل تمديد تعاقده مع نادي الزمانك ولسه مش هياخد القرار دلوقتي فده برضو من ضمن المفاوضات اللي بتتم خلال الفترة الأخيرة الخبر الأخير وخبر طبعا مهم جدا وخص جماهير نادي الزمانك هو تعثر مفاوضات مسؤولي نادي الزمانك مع المدرب الألماني هايكو هيرليتش بسبب الخلاف على الشرط الجزائي المدرب الألماني اشترط الحصول على قيمة عقده كاملة في حالة فسخ تعاقده وبالتالي المسؤولين في نادي الزمانك رفضوا تماما هذا الشرط وقد يرحل المدرب الألماني دون إتمام التعاقد مع نادي الزمانك وخلينا برضو هنتبع خلال الفترة المقبلة إحنا عارفين أن هايكو هيرليتش كان تواجد خلال الساعات الماضية في القاهرة واجتمع بالمسؤولين ده خلال زمانك لإتمام التعاقد ولكن زي ما قلتلك تعثرت المفاوضات كابتن محمود يعني أنا رأيي إن إمام عشور الإسلام لما تجي تتكلم على لعيب بحجم إمام عشور لا إضافة لأي حد إضافة طبعا الأهلي محتاجوا الفترة اللي جيد وإحنا نتكلمنا على إمام عشور إمام عشور يستحق إنه تواجد أساسي في منتخب مصر جنب طرق حامد بدل محمود حمادة وإحنا قلنا الكلام ده كويس لكن أنا أقول لك إنه كان جات فرصة كويسة إن أنت ما تصدق إن اللعيب يمشي للإحتراف أو يحترف في حتة كويسة ودي بتبقى نقلة كبيرة جدا وإحنا ما تتكلمنا لما يكون عندك لعيبة محترفة كتير أكيد منتخب مصر بيبقى قوي لكنها ثقافة اللعيب المصري دايما إنه هو عايز يبقى موجود في الآلي أو الزمالك لكن أنا شايف في الحالة للناد الزمالك موجود عليها الفترة دي لا فيه لعيبة كتير جدا هتتمنى الرحيل لأن الفترة اللي جاية مش كويسة من الزمالك ودي زي ما احنا شفنا الاتنين اللي محتاجهم فعلا نادي الآلي هو أمام عشور وأحمد فتوح لأن أنت علي معلول بالصفة كبيرة لا كبر ويبقى بيلازم يكون موجود وموجود واحد بحجم أحمد فتوح لعيب منتخب مصر والعيب جاية والعيب كويس يعني هو أحمد فتوح يعني إضافة لأي مكان وإمام إسلام وإمام طبعا العيد بس مبارح برضو كنت بكلم مع كابتر رضا وكان بيكلم في أن الأهل عنده أليو ديانج وعنده حمد فتحي وعنده مروان عطية وعمر السلية ما أنت عندك ديانج أنا أبقى رؤية من إمام عشور أنت جيبته أو مروان عطية أن أنت مش محتاج بعد كده ديانج بإداريه لأن الفترة فولا كنت أبقى له أنا عندي المعلومة دي أن هو أليو ديانج عايز يمشي بس دي رغبط دي رغبط عنده عروض وعايز يمشي ممكن يكون إمام عشور بديل يبقى البديل بتاعه وعلى فكرة العيب كويس جدا وأنا قلت لك أنه يبقى أضافة كبيرة طيب بعض بيقول أن المبلغ كبير فالنادي الأهل هيوفر مبلغ زي مليون ونص دولار ده كبير ولا ممكن بيبقى فيه رعاة بيبقى فيه رجال أعمال لا فيه محبين للنادي لا وفيه محبين للنادي أسلاك وموجودة ما أنت جاء بعالي معلول وإنت النهار ده ماضي معالي معلول بك وسنه كبير مليون وثمانمائة طيب يعني أنت مش هتستخسر في إمام عشور واللعيب كويس واللعيب جيد وهي بقى أضافة ليك قوية وإنت محتاجه لفترة اللي جاية خصوصا أنت كان عندك برضو بتعاني كان فيه إصابات لحمد فتحي أو السلاية ما كانش موجودة ممكن ديانك كان بعد عن مستوى الفترة اللي فاتت فأنت محتاج إمام عشور في الحتة دي بشدة حاجة تانية إمام عشور عندك أحمد فتوح أنت محتاجه لأنه باكليفت منتخب مصر وبيقدم شكل جيد وده يناسب طريقة النادي الأهلي لفترة اللي جاية ده اللي أنا رأيي في الفيلم أه طبعا لكن أنا كنت أتمنى لو النادي الأهلي بيفاوض يفاوض محمود الوينش ده يمكن أعمل أحسن صعب ممدد عقده مع نزمة لا هي دي بقى الاحتراف اللي إحنا بنوش أنت عايز الأهلي يخلص يا مش هيخلص لا ما عدد عاشر ما هيخلي بالك اللعيبة لا ما هيخلي بالك اللعيبة لكهربا ثم إمام سم حمد فتو يعني ماشا اللعيبة هية اللي بتقعده عاف possível ده بالنسباني أنا عارف عالف ده-ده احتراف وده وكلنادي له سياسة في تدعيب فريقه عشرا ما حدّ يشيط لأقول لك محدّ يشيط لأقول لك محدّ يشيط لأقول لك ابن النادي ومش ابن النادي ابن النادي اللعيب في اللعيبة الفترة دي الفلوس ليأ understands عشان فلوس وعشان كده ودعهم. لا ما هم مستقبلوا. يعني انت مستقبلوا في النادي الاهلي مكنش معروف. لا يا اسلام ما هو باع النادي الاهلي. يباش ما هو بياخد بطولاته. يا اسلام هترجع تاني. اللي جال رمضان صبحي. هترفضه. انا انت بتختلق يا اسلام انا بتختلف اجائل. احنا كنا على ايامنا كانت اي. احردك دلوقتي لعيد في النادي الاهلي. هتصدقني أكسهم بله أعود في النادر أهل أنا بقولك هو أنا بقولك لا بص فيه ناس لا أسلام فيه ناس شبعانة من بيوتها لا معلش أنا بقولك شبعان من بيت وراجل نجم مش على رمضان ما أحترامي للرمضان سوكي ده يعني ده كان رمضان سوكي وهو عنده عشر سنين طلع في برنامج كان بيقدمه كابتن محمود الخطيب أو كابتن محمود الخطيب كان ضيفي وكان مختاره من ضمن الناشئين الصغيرين أربع خمس ناشئين مميزين ارجع بقى للزمن ظهروا معافل بناء فرمضان سوكي طول عمره نجم ماشي معلش مع احترامي لك رمضان سوكي لو رجعت بيه الزمن يقولك أنا ندمت على اللي أنا بعمله لا لا والله هيندم مش ندمني مش ندمني إزاي فين رمضان سوكي اللي احنا كنا بتفرج عليه متوقعين يبقى مستقبل منتخب مصر أحسن لعيب يبقى موجود في المصر قد مدى المنتخب الأولمبي هو كان أحد العناصر الأكسية مع شوى الغريين ومع دي كده يسلام اللي بيلعب في النادي الأهلي صعب يتأقلم في أي حتة تانية النادي الأهلي غير أنا بكلمك بأمانة خلينا نتكلم كورا الأهلي ولا الأهلي والزمالك لا الأهلي غير أي حد أنا مش عايز أقولي الزمالك أنا بقولك الأهلي فعلا غير أي حد وأي حد بيتمنى واللي بيخرج من نادي الأهلي بيبطل وده اللي احنا شفناه لكن في لعيبة الفترة دي دي جمال عبد الحميد خرج من النادي الأهلي وبقى كابت المصر في كاس العالم ولو زروف وحسام حسن وابراهيم حسن وحسام كان سبب أنه هو يجيب لنادي زمالك بطولتين ما عندي بقى شخصية اللعيبة اللي موجودة اللعيب عايزه لعيب بطولة لعيب بطولات وأنا عايز أقولك الحاجة يمكن حسام حسن وابراهيم حسن فوضوني أنا شخصيا عشان أروح معهم أيام في توفستر وروحنا قابلنا الدكتور أحمد باجت والكابتن إبراهيم حين يورز دكتور أحمد باجت ها الله يرحمه لأنه كان المسؤول في راعي لأ ما هو كان راعي جلدي في الفترة دي كان راعي جلدي طبعا دريم لا وقعدنا في فيلة الأستاذ المندور الحسيني ها كنت بتفاوض وجيبي كابتن إبراهيم أو كابتن عسام على الهواء وقال بالك أنا كنت مطلوب في نجزة مالك ما ونت موجود في النادي الأهل لا كنت مشيت من النادي المصري وبعد كده كان حصل مشاكل وبتاع فقالك أن محمود أبدا مراهيم Bake East فقال قدite كابتن حسن بيكلمني بعد ما مشيت من الأهل بعد ما مشيت من المصري من المصري يعني رجعت من تيرول يا إسلام على النادي المصري مرجعت لل speakers لكن أردت فجاءت بتليفون يعني مرحلة النادي الأهلي دي لا. إنا رحت وإحترفت في تيرول أنا بس عشان أوضح لنا أراك ثلاث مواسم مع نادي المصر فوجئت ان عقد خلص فوجئت ان كابتن إبراهيم بيكلمني بقول لزا مالك عايزك وقولت لهم انا انا مضيت في نادي جولدي وراحت اعادت في فيلا الدكتور الماندور ومع ان كابتن حسام حسن وكابتن رويم شهد وقعدت مع الكابتن حلم طلال في الفترة دي وكنت باتفاوض معه لكن ما حصلش نصيب لان تمسك يعني مسؤول جولدي تمسكه بيا وعلى فكرة يمكن انا مصطفى اخويا اتفاوض مع المستشار المرتضى منصور في نادي الزمالك في الوقت ده بس هي اكنت الخلافات انت بتقول لي ان الاهل غير اه طبعا اي حد هيلعف الاهل الفترة دي هيتنجب وخلينا نبقى فترة الحالية في اي فترات وفي اي الاجيال يا سلام لكن النادي الآلي اللي بيخرج منه زي ما انت بتكلم في ناس لابت في الزمالك وتنجبت يعني كتير مع نادي الزمالك مش نادي قليل لكن ما بتحفص على النجومية دي ليه ما بتحفص فين طب فين ورين لا يعني الزمالك زي دايما ان الاهل انا انت ماشي واحدة واحدة المفروض انت كان عندك سرقة من سنتين الاهل مثلا على مدار التاريخ وخليها نبدأ من السبعينات ماشي اللي هو جيل قريب وحتى لو رجعنا قبل كده هتلاقي ان نفس الرموز هنا فيه رموز هنا يعني لو جيت اتكلمت على الخطيب هنا هتلاقي بيقابلوا حسن شحاته هنا تمام لو جيت بعد كده اتكلمت على ابراهيم يوسف هنا هتلاقي مصطفى يونس هنا لا بس ايام ما كانش في احترافي اصلا لو اتكلمت على طاهرة ابو زيد هنا هتلاقي فاروق جعفر مثلا هنا فبالتالي لو اتكلمت على رضا عبدالعال في الزمالك هتلاقي مثلا وليد صلاح الدين في النادي الاهلي بتكلم على ان زي ما هنا بيطلع نجوم ورموز لو اتكلمت على ابو تريكا في الاهلي هتلاقي حزم امام في الزمان لو اتكلمت على برضو انا بكلمك بوضوح شديد بس يا اسلام لما تتكلم على ايقونة زي شكبالة هتلاقي برضو الناحية التانية في بركات وفي اسماء كبيرة جدا في النادي الاهلي ما في نجوم هنا وهنا ما اختلفناش لكن انت انت بتكلم على مشكلة رمضان صبح يعني بكلمك انه في نجوم اهل وزمالك وعلى فكرة وهو منتخب مصر اساس اهل وزمالك وطول ما منتخب مصر الاهل وزمالك وحشين هتلاقي منتخب مصر وحش بدليل ان فيتوريا بيعتمد على اللعيبة المحترفة واحنا كنا معتردين ان اللعيبة دي المحترفين يجوا في ماتش ملاوي الناس قالت لك لا ده ماتش صعب ولازم نكسب عشان نوصل هتكسب ملاوي باي حد الناد زي اللعيبة اللي احنا بنشوفها بالارقام الخيالية دي اسلام لكن انت بتتكلم على حالة زي رمضان صبح رمضان صبحي انا بقولك مش هيرجع النادي الاهلي على اساس هذا الكلام لان انت بتتكلم على باع باع النادي لا هو ما باع النادي او راجل اتعامل هولية كابتن محمد لما بيجي النادي الاهلي او نادي الزمالك بيتفاوضوا مع لاعب بندي لهم الفرصة وبنقول لهم اه ده احتراف ومن حق النادي ان هو يجيب اي لاعب ولما اللاعب ياخد قرار انه يرحل عن الاهلي او الزمالك نقولك بص دباع النادي المشكلة انت رايح فين هي بس المشكلة الوحيدة ان رمضان كان بيتغنى بكلمة ابن النادي ما هي دي بقى المشكلة وابن النادي ومتربي في النادي لا معخول برضو قبل ما يمشى كانت النادي ادهب ما يعني بقولك مفيش احتراف قبل ما يسافر قبل ما يسافر على انها مستحيل على عفى مصر الا في مجز make انتكر بقى لو جالو المليون ونص دولار يابا اوعيانج هيجي ايقولك كده بتثبت ان ده ان ميتلاند كان كبري لا مش شرط ازاي مش شرط معانا لا اول لعب تقلق طب التالي يعني اكمل بقى الف الاحتراف ولا ما كمتش لا يعني هل النادي الاهلي مثلا هل تقصد ان هو كان جايب له العرض بتاع ميتلاند الدلمارك والله اعلم هل تقصد كده اما انا بقول لك الله اعلم بس انا ما اعتقدش ما انا ما اعتقدش ان السياسة النادي الاهلي كده الله يعلم انت متعتقدش ان السياسة وانو الشيطر الاك狄 احنا بس لك لو لمح حصلت كتير حصلت مع airedasan احمد فتحي حصلت مع اسلام الشياطر مش حصلت مع اللعيبة ومعرفش dramat Revelations انا ما تعرفش انت ما تعرفش وانو اللي يعرف انت لسا بتول ان اللعيب الق dinosaurs uno عندهش معلومات انا ايوى ماتعا انا 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 ما اعرفش انت لبعرفش انت اللي بتقول تما انا بقولك اللعيب في مصر زكي ضي بيعرف يفكر ان السنة جاي اروح فين. وهياخد كهان. هو اللعيب الوحيد اللي كذبان في المنظومة دي كلها. يعني خلاصت الكلام ان امام عشور لو جي الاهلي هيفيد النادي الاهلي. بشكل كبير هو احمد فت هو. هو احمد فت هو. طبعا. وانت كمان عايزهم ياخدوا الوينش. يا باشا ما ياخدوه المشكلة مش في احترافهم. هترجع كهاني. يا باشا انت بتكلمنا على رمضان صبح. اه بس هو بس خلينا الوينش مرتبط بعقد معه. انا بقول لك. لو النادي الاهلي يفرق لعبت الزمالك كلها. بس الوقت. لكن الفترة دي الزمالك لعبت الزمالك مش هتقعد في الزمالك الفترة. مش هيقدره. لان اي حد دلوقتي باي بيكسب الزمالك اسلام. ودي مشكلة كبيرة جدا موجودة. طب هو نادي الزمالك بدأ يبقى فيه اه بعض الامور. يعني مثلا اه حدوا قرار مبارح ان اه تسريح الجهاز الفني والاداري. اه بعد طبعا الخسارة من المصري. وتم تعيين اه عبدالواحد السيد. ومتحة عبدالهادي. واحمد مجدي. اه كجهاز هيبقى جهاز معاون للمدرب الاجنابي اللي هيتم التعاقد معه. هل انت شايف ان دي محاولة اه لتصحيح اوضاعك كان لازم تتم. وقت ما تم الاسناد المسئولية لا احمد عبدالمقصود كما الاحترام لي. لكن لما بتسند المهمة في وجود عبدالواحد السيد مدير كورة. ومتحة عبدالهادي ليه تاريخ جواند زمالك. فحيكون في محاولة لتحسين الصورة ما بنقولش ان زمالك هيخب اي بطولة السنانية. لا ايه عشان تحسن الصورة. لا في لعبة لازم تقعد. ولازم لعبة تستبعد. مش اربعة بس. مش اربعة. لا مش اربعة. ولازم ترك ده ترك ده. اخوان بارح احنا قلنا الاربعة دونجا وعمر السيسي والزناري واحمد فاتو. مع انت عندك عندك الزمالك خلق صفر السنة ده الموسم. ماشي. واتمنى انه ينسحب من البطولة العربية لانه مش هعمل فيها حاجة. بالمستوى اللي احنا شوفنا ده. انا بكلمك صعب. انا صعب. انا بكلمك. في البطولة العربية لو انسحب الزمالك افضل له الانسحاب. اللي انت مش هتعمل حاجة في البطولة. هترجع. هدب. انسحب بس سنة زمالك اصدق. لا اسلام. المساركة في البطولة العربية. لا تقتصر على المنافسة الغيادية بس. ده عوضة مرة تانية لتجميع الاندية العربية وهتوبها فيها طبعا علاقات العربية. خلينا 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 مبارات مبارح. اتتفرجت على ماتش المصري. لا ده المبارات المصري عمل جيم كبير. ولازم ترفع الكباة لحسام حسن اللي بنتكلم عنه. لما فرقة مغلوبة اتنين صفر. وبترجع في المباراة وبتكسب في اخر دي. ده ما اقول لك ايه انت الزمالك. انا مش اختلف معي. انا بتكلم. لا انا بتكلم على اداء نادي الزمالك. لكن هو باخطاء برضو فنية من لعبة الزمالك. انا استغلتها بقى. حسام حسن بزكاء وكمدير فن استغلل اخطاء الزمالك وقدر يكسب. النهاردة احنا مبارح في الزمالك متقلق. مفيش. النهاردة بنشوف حسام عبد المجيد اللي احنا اتبشرنا بيه خير انه سردباك كويس جدا. لقى اتكشف فنيا الفترة اللي فاتت. واداءه بقى مش كويس. ممكن يكون تراجع. معه تراجعوا المستوى ده مش في فرقة كبيرة. لكن مش تكشف. لكن هو مسك كويس. ما اختلفناش. لكن الفترة دي عالى على نادي الزمالك. الفرصة في الفترة اللي احنا فيها. فيه اخطاء كتير جدا. وشوفناها في مطش المريخ السوداني. كان فيه اخطاء كوارث كبيرة جدا في الدفاع. لرقابة. زي ما بنقول هنا. هنقول هنا. النهاردة لما بنشوف فيه خطأ. كان معرام ربيعة في مبارات الداخلية. والراجل خد ولف بيه في السيكس يا رضا. وانحنا بنقول عيب. لستردباك ان هو هتحط كده. ويتلف. لكن من ساعتها اتعلم الدرس وبقى كويس. وما تقلق. ما هو وارد النهاري اللي يخطأ. لكن مش الخطأ يبقى متكرر يا اسلام. فيه اخطاء متكررة في الدفاعات نادي الزمالك الفترة دي. لكن انت بتتكلم. لأ الزمالك لأ الزمالك النهاردة محتاج ان انت اعادة مصار. وانا اعتمد على الشباب. اعتمد على الشباب اللي لعبت السنة اللي فاتت اللي فريرا نهى بيها الدوري وخد بهم الدوري. اللي هو سيف فاروق جعفر. وانت مشيت. اسامة فيصل ومعندكش غيره. هو كان لعيب كويس جدا. لأ ارجع بقى لعب سهد نمار. ووسف اسامة نبيه. بالمناسبة سيف فاروق جعفر. عنده عرض من نادي بيرامدز بخمستاشر مليون جنيه في الموسم. وفي مفاوضات جدة بين اللاعب ومسؤولي نادي بيرامدز. العرض بيصل الى خمستاشر مليون جنيه في الموسم. لعب من اهم اللاعبين اللي موجودين داخل نادي الزمالك. حسب كلام الكابتن فاروق جعفر معايا فترة سابقة. ان طول ما سيف موجود في مصر هيكون موجود في نادي الزمالك. بس انا يعني بخبراتي وتعاملت معا لعيبة كتير. سمعت الكلام ده كتير جدا. لما بيكون في مفاوضات ما بين لاعب ونادي. فبيجي يقولك لا ده مستحيل. اسيب النادي اللي انا تربيت فيه. لكن اول لما الدنيا بتكون في مفاوضات جدة. الدنيا بتختلف. وهناك امثلة كتير. لكن خلينا نشوف. لكن في مفاوضات في مفاوضات. ما بين سيف فاروق جعفر ونادي بيرامد. مقابل خمستاشر مليون جنيه في الموسم الواحد. كابتن ابو الدهب. هل النادي الاهلي يقدر يكسب الرجاء وتخطى الرجاء المغربي في دور الابطال. يسلم يعني انا ممكن احنا في المبارا بتاعت الهلال لو عادة. يمكن هو صعد بشكل انفس لدور قبل النهاي. لكن انا بقول لك ان تسعين في المية هياخد البطولة. ايسا نادي. بطولة تفريك. النادي الاهلي. النادي الاهلي. رغم الناس بتتكلم بتقولك هيلعب الرجاء هيلعب بعد كده الشباب بالوزداد او او بعد كده هيقابل سانداونز. لكن انا بقول لك النادي الاهلي بيعرف تسعين في المية. تسعين في المية اخد البطولة. ياخد البطولة. هو ان شاء الله يا رب النادي الاهلي يتوج ببطولة افرخيا. لكن حتى في وجود سانداونز. حتى في وجود سانداونز اسلام. يعني في ناس كدير جدا بقول لك النادي الاهلي. انا بقول لك. لا اخلي بقى. انا انا بسأل. انا بقول يا رب النادي الاهلي يتوج بطولة افرخيا. خلينا نتكلم اسلام. زي ما انت عامل حسابه هم عاملين حسابك طبعا. وعلى فجرة وخايفين بشكلك بيه. الرجاء او الترجل او الو ده. الاندي اللي هتلاح. لا انا متكلم على سانداونز. سانداونز اسلام فرقة كويسة وفرقة جيدة. بس عندهم مجاسبة. عندهم عيوب. ماشي عندهم عيوب. لكن انت بتتكلم ان النادي الاهلي اتغلب مرتين من سانداونز. خمسة واحد والمرة التانية. هنتكلم ظروف ماتش وحلنا واللعبة ما كانش على قد المستوى بشكل كبير. لكن هل هتتقرر تاني انا اعتقد هشك الاهلي. ما انا بقول لك. تشك ولا متأكد. لا متأكد النادي الاهلي مش هيفرط في الفرصة ان ياخد البطولة. ودي انا بقولك دي حقيقة عند العيد النادي الاهلي الفترة دي. ايه المشكلة? وهتلاحب صندوس تاني وتلاحبه تالي وتلاحبه كل حاجة. لكن النادي النادي الاهلي تسعين في المية. لا عد الرجاء ياخد البطولة. لو عد رجاء. اه في مصر. مش بدري اه يا كابتر محمود. لا مش بدري. ليه يا اسلام? يعني هو في مشوار النادي الاهلي الاهلي هيقابل. ما الرجاء مش بالقوة. سواني بس الاهلي هيقابل. هو يا رب يطلع كلامك صح. انا اتمنى طبعا. ان النادي الاهلي ياخد دور الابطال. وياخد الكونفيدرال ايه? اتمنى. الاهلي هيقابل الرجاء. وبعدين هيقابل الفايز من ايه من سم. من شبابة القبائل? من من شبابة القبائل والترج تونسي. طيب. يعني الفريتم مش جامدين اول الدرجة. وشوفنا المستوى الزمال الترجي. شبابة القبائل ده اللي كسب الزمال كان. لأ ده بولداد اللي كسب الزمال اه شباب بولداد. اه دا ما كان متفضل من انشار شبابة القبائل. اتفرجنا على الترجي. يمكن عاملين. لا الترجي مش فرق اللي تخوف والرجاء نفس الطريقة يا اسلام انا بقولك طريق النادي الاهلي ساعة اتمنى ان نكسب البروط نتمنى ان النادي الاهلي يتوجب بطولة افريقيا بإذن الله وبيرامدزي يتوجب الكون فيدرالية التقييمات مباراة الاهلي مع غزل المحلة النهاردة علي لطف يا كبتان لانا سعيد كان النهاردة بوجوده وكان اشراكه تأخر فترة كبيرة جدا ياخد سبعة يا اسلام خيد عبد الفتاح عبد المنام سبعة ربيعة تسعة علي معلول سبعة السولية خمسة حمدي فتحي ستة مراوان عطية تمانية حسين الشحات سبعة احمد عبدالقادر ياخد خمسة كهربا أربعة كندوسي يعني كندوسي ياخد تلاتة شريف تلاتة تاو أربعة كريستو يعني خامة كويسة ياخد أربعة هاني نعم مختبرشه كان التغيير ملعاش لاجمه كولر يعني كولر ياخد عشرة من عشرة عشرة من عشرة ميش المحلة لعبة المحلة أحمد ميهوب لا يمكن انا ما شفته مش هاسلام بمستوى كويس جدا يمكن متعود من المحلة من الفرع اللي كويسة جدا عندها روح وعندها حماس لكن انا اعتقد ان هلا كان بعيدين على المستوى بشكل جديد بشكل عام يعني لأ بشكل عام لأ كان بعيدا عن مستوىهم مش هما دول الغزل المحلة اللي احنا كنا بنتفرج عليهم بيبقوا نبدي قوي لكل الفرق اللي بتلعبه لأ كانوا بعيدا عن مستوىهم فانا اعتقد انه هاردة يعني مش عايزة اقص لهم لكن هما مجيوش في النهاردة السادة الكاري بيرامد ازا هيقدر يستكمل مشواره في الكونفدرالية ولا لا؟ اتمنى خيب زن في ان انا قلته لكي انا كويسة جدا عندهم سكوالي اتمنى انه فرصة كويسة ان هما يتوبوا الفترة اللي فاتت ببطولة ودي ممكن فرصة كويسة هيقدروا يكسبوا يعني يعني هل انت شايفهم ولا لسه انت مقتنع ان هما اقصوا بك انا مقتنع لحد ما تاخد بطولة انا مش عايزة اقول عليك اجزوبة اجزوبة ان انت بتصرف كتير جدا عندك لعيبة كويسة جدا عندك احسن لعيبة موجودة او سكواد موجودة في الكرة المصرية لكن لعيبة بطولة تتوقف ان انت تاخد بطولة الفترة اللي جاي النتائج الجولة 23 امبي كسب حرص الحدود 1-0 الاسماعيلي تعادل مع سراميك كيرباترا 1-1 والمصري البورسعيلي كسب الزمالك 3-2 اصوان تعادل مع سموحة 1-1 والدخلية تعادل ايضا مع فاركو 0-0 المولي العرب مع بيرامد 0-0 والنادي الاهلي كسب غزل المحلة 3-0 بكرة مباراة وحيدة في الجولة 23 الاتحاد سكندري مع فيوتشر ساعة 9 وربع مساء هناك محاولات من جانب اتحاد الكرة لاعادة تطبيق تقنية الفيديو مرة تانية في حالة انتهاء المفاوضات مع الشركة الاسبانية اللي طبعا بتطالب اتحاد الكرة بالحصول على 45 مليون جنيه قيمة المستحقات المتأكرة كابتن ابو الدهب يعني بشكرك نورتنا وشربتنا حبيب انا اللي ببقى سعيدة نوجود معك هو انا اممكن انت من الناس اللي باخد راحتي معا في الكلام ربنا يا كابتن معنى كده ما بتاخدش راحتك مع الكابتن فاروق ده ايجان مني ليه كابتن فاروق ده فاروق محترم طبعا وما بتاخدش راحتك مع الكابتن رضا عبد العام لا ده خلي بالك الفترة جاءة ناخد راحتنا جامع اه يعني خلاص نطلعنا وانت بس نطلعنا وانت وقالوه 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 يا كابتن رضا وكابتن فاروق يخلصوا عليه لا كابتن رضا خلي بالك يعلق اي حد طبعا واحنا بنتعلم بانه شخصيا محترم اكيد وكابتن محمد فاروق طبعا نجم البريمو محمد فاروق ورد عبد العلوى محمود ابو الدهب بشكركم يوم السابت ان شاء الله حلقة جديدة مع النجم محمد فاروق تصبح على خير اشتركوا في القناة